هتعرف مثلا هتروح ازاي هتاخد منك وقت قد ايه هي انا كنت في مرسى عالم وكنت هروح بعدها حلايب وشلاتين بس وقتها كان هي بتحتاج تصريح والحاجات دي وكانت مقفولة اياميها فما روحتش بس هي قريبة جدا من مرسى عالم ايه طيب عايز اعرف منك حكاية وادي القلعان وكمان طبعا قصة السي ان ان هو انا لما روحت مرسى عالم كان في اماكن ناس كتير متعرفهاش فانا حبيت اروح اصور في الاماكن دي وابينها للناس وابين جمالها فصورت هناك فيديوهات وصورت صور وكان ودي القلعان في شجر المنجروف طالع في وسط المياه فكان المنظر جميل جدا يعني وكان في حاجات صورتها هناك برضه والمكان شبه المالديفز عما تم فانا شبهته بالمالديفز ان احنا عندنا في مصر مكان شبه المالديفز فلاقيت حد ما لسين ان اكلمني احنا حابين الموضوع بتاعك وعايزين نكتب ان اه في مكان في مصر شبه المالديفز فابعت لنا الصور وهنكتب عن المكان ده بس ولقيتهم كتبوا عن المكان والفيديوهات والصور انتشرت والناس كلها شافت دي حاجة مش حلوة فضيعة انا عايز اقولك ان انا ساعات بحس ان الاجانب اللي بيجوا من بره يمكن بيروحوا حيطة اكتر مننا احنا جوال بلدنا ده ده اللي خلاني يعني كده لان انا بشوف اصلا اجانب كتير بيجوا مصر فبيصوروا في اماكن طب انا مصري طب انا معرفش احنا ما نعرفهاش ولا عمرنا مثلا رحناها ولا نعرف هي فين هما بيبقوا شاطرين جدا لان هما بيبقوا جايين عارفين الاماكن اللي هما هيروحوا يزوروها وعملين سيرش كويس عن الاماكن دي وعارفين هما جايين ليه بالزبط طيب احكي لي احساسك ايه بعد ما سي ان ان كلمتك لان زي طبعا محطة يعني عالمية انا كنت مبسوط جدا طبعا اكيد وكلهم بقى شايتها شجعوني لان انت كان دي اول حاجة اوصل العالمية وبتاع وسي ان ان وكده فطبعا مامتي بقى شجعتني اكتر احنا كده عملنا الوجب وزيادة ووية طانت وكلهم بقى كل عيلتي بقى شجعوني ان انا اكمل في الحاجة اللي احبها لا بجد برافو عليك وحاجة تفرح واحنا فخورين بيك جدا بسبب الحاجات اللي انت بتعملها وكمان الحاجات اللي انت بتعرف الناس بيها برا البلد اكتر انها بتجذب السياحة اكتر لنا هنا في بلدنا